السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بكل خير وصحة وسلامة كثيرا ما تأتينا رؤى تتكلم عن أحداث آخر الزمان وشخصيات آخر الزمان ولكن هذه المرة أنا الرائي في الحقيقة أنا عايز أقول لكم على رؤية شفتها الليلة الماضية يعني الليلة اللي عدت دي مباشرة وحبيت إننا أقصها عليكم من باب البشارة لأنها في الحقيقة رؤية واضحة جدا ممكن أقول لك إن أول مرة أرى شخصية من شخصيات آخر الزمان بهذا الوضوح في هذه الرؤية الرؤية في هذه الرؤية رأيت صحابي مصر شفت صحابي مصر وأنا أعرف جيدا في هذه الرؤية ورأيت في هذه الرؤية كيف سيظهر صحابي مصر وإيه الأجواء المحيطة بظهور صحابي مصر وتكاد تكون تتطابق مع ما تكلمت به معكم في الحلقات السابقة وشفت في هذه الرؤية شخصية معروفة محببة لكثير من الناس من الشعب المصري بل على مستوى العالم الإسلامي والوطن العربي بالتحديد يرافق ويلازم صحابي مصر تعالوا نبدأ مع بعض الرؤية إلا أنا شفتها والله على ما أقول شهيد في بداية الرؤية رأيت أن هناك اضطرابات حدثت في مصر وأن كرسي الحكم قد خلى مفيش حد بيحكم مصر وإن مصر مكست على هذا الحال أيام قليلة معدودة ورأيت أن الشعب المصري في قاعة كبيرة جدا تكاد يعني هذه القاعة إن هي تاخد أعداد الشعب المصري كله قاعة بس يعني مش مكان مفتوح قاعة كبيرة يعني كما لو كانت قاعة الحكم أو قاعة التداول المناقشات اللي بينقشوا فيها أمور الدولة والناس في حالة من الحيرة إلى أن دخل عليهم مجموعة من الناس أحسبهم رجال تابعين للجيش بتاع مصر ولكن غير معروفين بالمرة لا أحد منهم معروف ويحملون صندوقا كبيرا صندوق كبير الصندوق دوت شكله مش شكل الصندوق الخشبي شكله ورق السلوفان عارفين ورق السلوفان اللي بتحفظ فيه الزينة والورود ورق السلوفان ومحوط بورق السلوفان ولا أحد يرى من بداخل هذا الصندوق صندوق كبير ففتح هؤلاء الصندوق فإذ به صحابي مصر اللي أنا عارفوا كويس وعارفوا قبل ما شوف الرؤية وأعرفوا جيدا من قبل أن أرى الرؤية فالناس عندما رأوا هذا الشخص ضج المكان بالتكبير وأخذوا يكبرون تكبيرا فرحة هستيرية عندما رأوا هذا الرجل يعني لا يكاد يكون أحد اعترض عندما رأى فرحة غامرة وشديدة جدا المفاجأة أن هذا الرجل كنت أتفحصه ببصله ودأ في ودهه وشوفه وشوفه فرأيت أن وزنه زائدا وديت ليها دلالة فقلت لنفسي لربما كان ذلك مما فعل به العمل فيه وكان يظهر عليه أثر الإجهاد والإعياء والتعب الشديد جدا لدرجة أنه كان لا يبالي بتحية الناس مش مركز حال التعب وإعياء شديدة جدا عنده ولا يتفاعل مع الناس حال التعب وإجهاد فأخذوه وأدخلوه إلى مكان يشبه الرعاية الصحية مش مستشفى يعني هو مش مريض ولكن تعب وإجهاد ومجهد عليه جهد شديد جدا مكان هادئ وإذ يظهر معه أحد الشخصيات المعروفة والمحبوبة وعليه يعني شخصية لها حب كبير في قلوب الشعب المصري والوطن العربي الإسلامي وعشان أقرب لك طبعا أنا أعرفه جيدا بس مش هقول لك مين هو إما أقرب لك هو مين هو شخصية رياضية معروفة تحظى بحب الجميع واحترام الجميع يرافق ومعه مجموعة من الناس أوساط وأجواء فيها فرحة غامرة ولكن يشوبها الحذر الشديد جدا وأنا واقف معهم وجالس في وسطهم فوسطيهم وأراقب هذا الرجل وهو يرقد على فراشه وقد أصابه الإعياء الشديد والناس تنتظر وترتقب أن يستفيق هذا الرجل لكي يخرج ويقول الكلمة للأمة الإسلامية لا للشعب المصري فقط وانتهت الرؤية على ذلك والله على ما أقول شهيد طبعا عايز أقول لكم ملحظة مهمة إن هذا الرجل عندما رأيته صحابي مصر الناس مجمعين عليه إجماع ما لم يحدث من قبل فدل ذلك على أن الأجواء ممهدة لظهوره وأنه معروف للجميع الجميع عرفه فهذه الرؤية أيها الأحباب أراها بشارة واضحة لاقتراب الأمر وبشارة واضحة أننا لا ننتظر الأحداث بل أننا نعيش هذه الأحداث بقوة حبيت أقص وأحكي عليكم هذه الرؤية مباشرة قبل ما أنسى أي تفاصيل من تفاصيلها ولا تتصور حجم الفرحة عندما والقلق في نفس الوقت الذي انت بني عندما رأيت هذه الرؤية حجم الفرحة أن فرحت عندما رأيت هذا الرجل وتأكدت أنه صحابي مصر وفي نفس الوقت حالة من القلق الشديد جدا عندي لأنني رأيته في حالة إعياء وفي حالة جهد يعني كبير جدا فحبت أننا أقول لكم هذه الرؤية بارك الله فيكم أيها الأحباب وانتظرونا إن شاء الله بعد قليل مع حلقة مهمة جدا بنتكلم فيها عما حدث في الساعات القليلة الماضية بارك الله فيكم أنشر هذه البشارة على أوسع نطاق ولا تنسونا من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته